السلام عليكم أهلا بكم في حلقة جديدة حديث القاهرة ولا حديث أعلى بالتأكيد من الحديث عن صحتنا عن صحة العالم عن كورونا وعن اللقاح واللقاح يمثل أملا وهو ليس لقاحا واحدا بل هو لقاحات متعددة فالأمال من المفترض أنها تتزايد وتتعدد أيضا وتتنوع كذلك لكن الحقيقة المشهد يبدو في حاجة إلى تأمل أكثر أعمق من مجرد يعني الإحساس بثمة نجاح ما إنه الإنسانية والبشرية استطاعت اختراع لقاح يعني ينهي وباءا حدا وهائلا وصادف يعني هذا الجيل من البشرية هذه الصدمة الكبيرة النهاردة الوزيرة المقدامة دكتورة هالة زايد بتقول لنا في مؤتمر صحفي إنه في مشروع أو مصر بصدد اتفاق مع الصين على إنتاج اللقاحات محلية وده شيء مهم جدا وضروري جدا ويعني يمكن الإشارة والإشادة به بقوة وإن كان واضح إنه في مدى زمني يعني ممتد لمثل هذه الفكرة لكن على الأقل البدء في تنفيذها ويعني الشروع في تطبيقها مسألة غاية في الأهمية ليه أنا بقول ده لإنه لما نقرى المشهد كله على بعضه مصر بطيئة للغاية فيما يخص اللقاح أبطأ من دول كتيرة في العالم وأبطأ مما تحتاج مصر بقوة خلينا أقول إنه يعني لغاية دلوقتي برضو طبقا لتصرحات دكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بيقول لنا إنه تم تلقيح 125 ألف مواطن رقم هزيل رقم جد هزيل يعني محدود للغاية وده بقى يخلينا نحاول نفكر تاني في سياستنا عموما تجاه اللقاح وتجاه الوباء ليه؟ لأنه كمان لما نلاقي اللي سجلوا أنفسهم حتى الآن على الموقع لتلقي اللقاح طبقا لنفس التصريحات وبيانات وزارة الصحة في اجتماعات مجلس الوزراء أو اجتماع مجلس الوزراء الأخير بيقولوا إنه 928 ألف مواطن سجل اسمه لتلقي اللقاح وبيقولوا إنه في يوم شهد أكتر من 20 ألف أو 25 ألف طلب ده شيء كويس بس إحنا بنكلم على 928 اللي قدموا كلهم على بعضهم رقم بالمناسبة إحنا محتاجين نطاعم 70 مليون إحنا محتاجين نطاعم 70 مليون فلما نقول إنه إحنا سجلنا 928 ألف وطعامنا 125 ألف دبياناتنا الرسمية يبا إحنا بنحبو مش بنخطو إحنا بنحبو لسه طيب ما هو لابد من من سرعة الإيقاع هنا لإنه المسألة خطر جلل مش بس خطر الصحة وهو أمر لا يمكن بقي حال من الأحوال إن إحنا نعتبر ويعني أمر موضع طرف لا طبعا الخطر الصحي هائل لكن وفي العالم كله وإحنا في مصر كمان طبقا للتصرحات الوزرية النهاردة الموجة بتزيد والعداد بتزيد وست أسابيع اللي مضت زاد عدد الإصابات بكورونا ومن ثم والوفيات بكورونا فهذا أمر جد لهزلة فيه وأمر خطر لا يمكن المراوغة حوله فالمجتمع كله مسؤول الحكومة والمجتمع كلنا مسؤولين عن الحاكتين دول عن فكرة تصارع وتزيد الإصابات وعن بطء اللقاح طيب تعالوا نروح إلى موقع من المواقع الأحدث في العالم كله أسس في يناير الماضي وعملوا شاب بريطاني في المملكة المتحدة اسمه آدم ريتفيرن وبالمناسبة كان فيه شاب أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية جامعي نابه عمل هو أول يعني موقع يعمل إحصاء لعدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم وهو معتمد حتى الآن هذا الموقع صديقنا بقى آدم ريتفيرن عمل الموقع اللي يخص طلق اللقاح حتى بسميه كوفيد فاكسي يعني لقاح الكوفيد وتتبعه في العالم كله كل يوم بناء على التقارير المزع رسميا من الحكومات والدول خلينا نبص نظرة سريعة على العالم عموما ما أخباره العالم العالم لغاية دلوقتي تلقى سبعمية واحد وتلاتين مليون اللقاح مية سبعة واربعين ألف وهو الأرقام دي كلها كل ده معناه أنه اللقاح بيزيد دلوقتي فيه حد بياخد دلوقتي بالثانية بالثانية يعني بنكلم على مية تسعة وتمانين ألف في الثانية أو بنكلم على ستتاشر مليون تلتمية اتنين واربعين ألف مية كمسة وتمانين فرض بيتلقى كل يوم جرعة اللقاح يعني تسعة وواحد واربعين من مية جرعة لكل مية شخص يعني بنكلم بهذا المعدل سبعين في المية من سكان العالم سيتم تطعمهم جرعتين في فترة ستمية واحد وعشرين يوم أو بتاريخ تسعتاشر اتناشر الفين اتنين وعشرين لكن الحقيقة ومن المهم من الغاية نحن نقول ان الارقام اللي بيقولها عن العالم كله ارقام يعني قد كده دقيقة ومهمة عظيم لكنها مش معبرة عن جورافيا العالم لانه فيه مناطق تأخذ اللقاح بكثافة وبقوة وبجدارة وبسرعة وبإقاع أسرع وعدد أكبر ونسبة أكبر من سكانها وفيه دول أخرى تعاني من بطء شديد وفيه دول تعاني من غياب شديد أصلا للقاح طيب تعالوا شوف الدايرة دي كلها مصر فين وسط العالم لكله مصر طبعا الموقع بيقولنا ان اسرائيل رقم واحد واسرائيل بدأت من بدري فكرة اللقاح وبدأت بخطة يعني متكملة لموضوع اللقاح ورغم الانتقاد الحد لنتنياهو في الحكم ورغم انه حتى مش عارف يعمل يشكل حكومته الجديدة الا انه في المحصلة رقميا اسرائيل في اللقاح رقم واحد في العالم تعالوا بقى نروح مصر مصر بيقول انه عدد الجرعات اللي مصر عملتها لغاية دلوقتي 157759 جرع من اللقاح هتقول لي اذا كان النهاردة السيد الدكتور علاء عيد بيقول لنا رئيس الطب الوقائي بيقول لنا انه 125000 ربما هو دخل فيها الاطباء ربما دكتور علاء كان بيكلمنا عن 125000 من جملة الموقع من اللي قدمه للموقع لكن هنا بيقول لنا 157000 جرع من اللقاح لكن بيقول لنا حاجات ما هي اخطر بقى واصعب شوي ولنا يعني معنى كده ان احنا من مصر بتدي يوميا 2311 مواطن في اليوم بتدي له لقاح طيب ده معناه ايه يا جماعة قال لنا معناه ان احنا عشان نلقح 70% من السكان في مصر محتاجين خد بقى بالك من الرقم ده وقدمك على الشاشة هو تأملوا معايا كده قولوا بنفس عالي وواضح اقولوا كده الطريقة يعني طريقة الابرة كده اغنيزة ما بتغني اميرة سليم كده واحد وستين الف تسعمية ستة وعشرين يوم عشان نلقح 70% من المصريين يعني ايه واحد وستين الف تسعمية ستة وعشرين يوم يعني يا عزيزي هنخلص لقاح المصريين في 24 اكتوبر لكن الحقيقة سنة 2190 اظن ده يعني شيء يدعو الى هزة عميقة جداً لنا عشان نفوق ده معناه ان احنا يومياً 2300 لقاح او مواطن بيتلقوا اللقاح ده رقم ما بعد الهزيل يعني ده رقم من الصعب جداً اللي اعتماد عليه لان احنا نوصل لمنعة الجموع بلاش القطيع منعة الجموع ان احنا نوصل ل70% من الشعب المصري يتلقى جرعة اللقاح او جرعتين اللقاح فالراجل حسب هلنا باليوم بالمعدل اللي احنا شغالين في ده هنخلص بإذن الله سنة 2190 هل ده يا صح لو بقول لنا كان يوم 24 اكتوبر عيد القوم للسويس عشان برضو طبعاً الامر واضح فاحنا قصد مشهد صعب اوي 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 طيب يا جباة الارقام اللي قالها ارقام دقيقة بالعكس ده ارقام بتقول لنا ان احنا خدنا جرعات اكتر من اللي بتعلينه وزارة الصح ايه المشكلة هنا بقى الرقم واحد لازم ندرك ان المسار ده مش هينفع كده بطيء جداً طبعاً النهاردة بتقول لنا وزارة الصحة انه احنا هنصنع اللقاح وده ممتاز صنع اللقاح ده شيء ممتاز وعظيم اتمنى ان يكون قريباً لكن الغالي ما نصنع اللقاح وإحنا بتقول ان احنا عندنا لقاحات وموقعين على استقدام لقاحات يبقى عندنا مشكلتين هنا والمشكلتين دولة لهم علاقة بالحكومة ولهم علاقة بالشعب ازاي واضح ان احنا بنتكلم مش بس عن توفير اللقاحات لانها حتى وبعضها متوفر ممش مغطين الناس اللي عايز والناس ومصر محتاجين ان احنا نلقح سبعين مليون فبليون واحد اللي قال انا او تسعمائة تمامينة عشرين الف اللي قال انا عايز اتلقح بس من السبعين مليون يبقى في مشكلة اما في طريقة وتوزيع التطعيم او في طريقة التسجيل احنا محتاجين بقى نتناقش بقى المجتمع يناقش الموضوع ده مع حكمته الحكومة تناقش مع مجتمعها لان هذا الوضع خطر وحياتنا هتفضل وقفة كده بالطريقة دي وهنبقى تحت يعني سيف وباء يمكن ان يرفع موجته فيطيح برؤوس منه وفي لحظة يهدى فنتصور ان الامر قد عبر طيب السؤال هنا منغير طريق التسجيل والتلقيح اصلا يعني دايما انا من الناس الذين يدعونا الى وقفة عبوية انه بعد عدة خطوات في المشوار وفي تنفيذ خطة ما او مشروع ما نقف ونشوف نجحنا ونلاقى في الخطوات دي نغير من الاقاع نغير من الترتيب نغير من الصورة المهم ان احنا نحافظ على الهدف ونزود كل يعني الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف فلما ابص كده ده حتى 157000 او 125000 ده حتى الاطباء كلهم ما تلقحوش لم يتلقوا اللقاء يعني واضح ان احنا لقحنا الاطباء اللي هما على خط النار مستشفى الحمي مستشفى الحمي مستشفى العزل تم اللقح بيئة الاطباء كلهم ليه بقى انا انا اكلمكم عن يعني اقتراح محاولة للحل محاولة للمشاركة في الحل لان فيه مشكلة دي مشكلة انت هتوافقني ان احنا محتاجين 61000 يوم علشان نعمل تلقيح وناخد مناءة جموع مشكلة ولا مش مشكلة لو انت رأيك انه عادي نستنى لغاية 12190 ماشي لو انت رأيك انه مش عادي وكارثة غريبة يبقى لازم نفكر لو انت رأيك ان الرقم مش دقيق اساسا هقولك طب ما احنا فعلا حكومتنا ايلى كده ان احنا منلقح 23001 في اليوم فيحسبها انت طب تقول لا الجرعات هتزيد بعد كده ايوا انا كمان لغاية دلوقتي الحقيقة الحكومة وهنا ما كلمش عوزارة الصحة يبقى كلم عن الحكومة لان الموضوع ده مش موضوع وزارة صحة ده موضوع الحكومة بالكامل الحكومة ما قد بتليناش ورق خطة بتقول لنا مدى زمني على فكرة يعني بتقول لنا احنا بدأنا اللقاح يوم كذا وهنوصل ل30% من المصرين يوم كذا و50% من مصرين يوم كذا او من المفترض اللون يتلقوا اللقاح يعني و100% من من المفروض يتلقوا اللقاح يوم كذا ما قالتش الحكومة ما قالتش وما ونلزمتش نفسها ولا وضحت لنا خطة اللقاح دي اا شكلها ايه وخطواتها ايه مع كل التطمين ومع كل الجهود الواضحة جدا المبزولة فعلا من الحكومة لكن على الارض في الواقع الموضوع كله على بعض ليه زي ما اقول طيب نعمل ايه على تصوري انه احنا عندنا فئات معينة في المجتمع وقطاعات معينة في المجتمع جاهزة للقاح المشكلة هنا ايه ان انت عايز عدد اماكن معينة ومعلومة وعايز بيانات واضحة ودقيقة على الناس وعايز التزام حقيقي بطلاق اللقاح طيب ما تيجوا نشوف المسألة نقدر الحقق ازاي احنا لما اضطرح في العالم كله انه اللقاح اللي هيبدأ ياخده هم الاكثر احتياجا من كبار السن واصحاب الامراض ومن التواقم الطبية لما احنا جينا اشتغلنا على كده هنا في مصر اشتغلنا ازاي يعني اولا ازاي ما اقولت الاطباء مش كل الاطباء طلقوا واحنا طب احنا عندنا الاطباء يا جماعة وعندنا المدرسين يعني مهم جدا 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 مدرسين والطاقم التواقم المدارس وعندنا الاجهزة الامنية احنا عندنا مليون واحد في وزارة الداخلية مدني وميري وده وده مؤسسة وعندنا الجيش وقوات المسلحة ما عندنا وكل دولة فئات وشرائح في المجتمع تلتقي بالعشرات يوميا وتتواصل مع المجتمع يوميا يعني تتخيل انت من اول المغبر لامين الشرطة للزابط للمأمور في الاسم الزابط المباحث خدش بقس في الاسم شوف بيقابل كام واحد في اليوم شوف زباطه عساكر المرور بيتصطفه كام واحد في اليوم ايوه الموضوع هنا مش موضوع اصله ده امتياز ياخده الهيئات دي حاجة مهمة جدا وقطاعات مهمة في الحياة وفي نفس الوقت الحياة اليومية وفي نفس الوقت متواصلة مع عدد واسعة جدا من المصريين فعندك الاطباء ويبقى الاطباء بشكل كامل وزارة الصحة كاملة وبقاين في المستشفيات نفسها ما يتلقوا اللقاح في المستشفيات نفسها ووزارة الصحة عندها اطباءها على نقل الموجود في وزارة الصحة وفي المستشفيات الحكومية ومستش فئات الجامعية ومستش فئات الخاصة بيانات معلومة للجميع ويبقى قدرنا ان احنا يعني النظرية اللي انا بطرحها فكرة ان احنا اللقاح يذهب للناس ولا ينتظر الناس ان يأتوا الي موضوع ان احنا يلا يا جماعة نسجل واللي عايز ييجي ده بقى ننتظر نقعد مع بعض غاية 2190 وبعدين حتى فكرة الاجبار يعني الناس قلقة من اجبار يا خلاص نبدأ على الهل نعمل نجاح واسع شوية في شهر اللي نفسنا قفزنا قفزة كبيرة لو اعتمدنا على ايه على الفئات الاربعة دول يعني لسه الحكومة بتقول لنا انها تبدأ تعمل ليه العاملين في السياحة كويس او بقى فيها خمس ليه علشان احنا عايزين موارد السياحة وعايزين السياحة يجيبوا الطمينين ممتاز وعايزين برضو الطلبة في المدارس يرجعوا المدارس على الهل احنا داخلين على مواسم امتحانات بعد رمضان فالناس تاخد اللقاحات المدرسين والاداريين في المدارس ويبقى انت كمان استفادت عندك تسعمائة الف مدرس وقرابة مليون موظف اداري بقى ومعاون جوه المدرسة كلها وجوه الهيات التعليمية كلها فهدي عندك اتنين من يقوم كمان ايه المدرسين اللي هم للنهار مع ولادنا وبالمناسبة بقى وفي اهليهم ومدارسهم وفي بيوتهم وبقى ايه عندك زباط الشرطة وعسكر الشرطة وجنود الشرطة وعندك جنود وزباط الجيش وعندك الاطباء في المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة فانت عندك تقريبا تستطيع ان تفعل هذا بشكل وكل وكلهم لهم اماكنهم المعلومة تعالى فيقولك محلوا المختار كلهم لهم محلاتهم المختار اللي موجود في مستشفياتهم واللي موجودين في مدارسهم واللي موجودين في اشلاءاتهم واللي موجودين في مدريات امن والاقسام الدنيا زي الموظفين وعامل السياحة موجودين في المؤسسات والمنشآت السياحية فالدنيا واضحة جدا اهيه ونروح ناخد اللقاح ونروح له علشان ننجز لان حكاية اتفضلوا يلا اللي عايز اللقاح ييجي قرب 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 اللي عايز اللقاح ييجي لا دي مش هتنفع كده وارجو ان يكون الارقام دي ارقام جرس انذار ومطارق تضرب على الرأس ليه لانه لا موضوع يعني مش هقولك بس مشهد العالم حوالينا احنا نفسنا سيبك من العالم يا سيدي احنا نفسنا محتاجين هذا التطعيم ومحتاجين هذا اللقاح لسبب بسيط جدا حياتنا يا ربي حياتنا وجنب حياتنا بقى وبعد حياتنا اقتصادنا بقى ومشارعنا ومشروعاتنا العمر لما انت بتمشي في الشارع وتشوف وكمان بتشوف المشروعات اللي شغالة وبتشوف التفاصيل اللي بتحصى كلها فيما يخص حياة النصريين فطول ما الدنيا ماشي هي لا الدنيا مش ماشي هي الدنيا لازم تمشي بإقاع اكبر من كده و اأمن من كده فاحنا محتاجين اللقاح بقوة وزي ما اقول لكم دي مش مسؤولية وزارة الصحة باس مسؤولية الحكومة والمجتمع وانا كان يدلقتي بقى عن المتلقي نفسه بقى انما تمام الحكومة لازم تعيد النظر في الموضوع القطاع القص يخش في موضوع التلقيح ليه لا يعني برضو انا مش عارف يعني ايه الحكمة يستلم اللقاحات من الحكومة ويشتغل هو ايه الحكمة في الرفض الخوف مثلا على استخدام سيء طب هما نفسهم عندهم مستشفياتهم وعندهم يعني مؤسساتهم ومشياتهم وعندهم شركات الادوية ولو بيستخدموا سيء طب احنا نكاف بالاستخدام سيء في كل حاجة مش في اللقاح بس اعتقد انه مطالب العقل الحكومي المصري باعادة النظر في موضوع مشاركة القطاع القص والمجتمع المدني في عملية اللقاح سواء وحتى لو بنكلف الاستيراده لانه الطريقة اللي موجودة دلوقتي بكل حسن النية وبكل الجهد الكبير اللي بيتعمل اللي انها بطيئة للغاية ولو الاقاع مش بالطريقة دي ولو احنا انا مجمع بتلكم احنا ما عندناش خطة من الحكومة التي لنا مدى زمني ولا جدول زمني لكن لو الامور مش بالاقاع ده لا هنوع كثير قوي هنوع كثير قوي 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 في دوامة كورونا وهذا امر يعني شديد المرارة لما روح بها للمواطن نفسه اللي مقدمين 928 ألف واحد اللي عايزين ياخدوا اللقاح هو انا مش فاهم بجد يعني هو واحدة منتظرين ايه يعني انا لا عايز الوم ولا اقرع ولا اتهم ولا ايحقال طبعا من يوم فيروس كورونا وبقى طلع فيه ناس مشككة في الفيروس وهي شوية والناس مشككة في اللقاح ومش في مصر بس ده في العالم كله لكن انا مش فاهم يعني هل بجد يزداد الأمر غموضا والتباسا عندي يعني هل الموت ده مش فارق مع الناس يعني في اول كورونا ما ظهر كان اعداد قليلة وكانت بعيد وانت عارف بها على طريق جوحة طالما مش في بيتي خلاص لا دلوقتي وفي بيتك جوحة كلنا كلنا اصبنا بكورونا بشكل او باخر اما انت بشكل مباشر او قريب ليك او جار ليك وما فيش بيوت يعني خلت او عمائر او شوارع في مصر خلت من ميت لكورونا ومش هنوعد نتكلم عن تجاربنا الخاصة والشخصية لكن او بقول لكم انا فقط اتنين ولاد عمي عمتي وزوج بنت عمتي التلاتة ماتوا بكورونا في اسبوع واحد خمس ايام وغيره بقى غير ان انا اصبت بكورونا وغير بشوام سيبنا من الموضوع الشخص وان كان مهم ان الناس تحكي تجاربها الشخصية نعرف بعد شوية اهميته لكن في المحصلة هو معقول مش وغدين بلا من الفيروس كورونا حتى اللي كان بيونكروا وصيب بيه برضو لسه ونخش بقى خش الدوامة دي تاني في اللقاح اصل اللقاح وانت متأكد من اثار الجانبية للقاح يا جماعة ما احنا انت مش متأكد من اثار الجانبية للمرض يعني احنا مش شايفين المرض بيعمل ايه فعلانين من دواء وهل فيه في الدنيا دواء من غير اثار جانبية وهل العالم السبعمية وتلاتين مليون اللي خدوا اللقاح فمات منهم خمستاشر واحد والعشرين واحد اثار جانبية للقاح فنقول اللقاح بيموت سبعمية وتلاتين مليون خدوا اللقاح وانت دولي تلاتي سبعمية وتلاتين اهو بص سبعمية وتلاتين مليون وانت لسه اللي مش مقتنع انت بالسبعمية وتلاتين مليون طبعا لانه بقولك الازمة دي مش ازمة خاصة بالمجتمعات العربية او المصرية بس العالم كله في مشكلة التعصي على طلق اللقاح نشر مقال لجيفري كلوجير او كلوجير اليكم الذي سيقضع الناس فعلا بطلق التطعيم ومعتمد هنا على دراسة قام بيها اتنين من اسات العلم النفس الاجتماعي بجامعة كنت بيقول ايه بيقول او جامعة لتز بيكت بيقول ايه بيقول انه كان الاعتقاد انه كلما شهرت بالناس كلما اطاعوا يعني تقعد تجرس الناس بقى انتو خايفين تاخدوك الفيروس يلا مش عارف ايه يلا انتو ايه يلا انتو ايه ففاكرين ان احنا لما نقعد نقرع الناس كده ونجرس في الخلق فهم يقولك لها بقى خلاص فيش دعا القلة الايماء يلا نروح بقى اش حيي والهزا خطقهم تماما كلما قرعت الناس وكلما يعني اتهمتهم بينفضوا اساسا ومش عايزين يروحوا ومش عايزين اللقاء فدي طريقة تشير الدراسات علم النفس الاجتماعي الى التحذير منه تعدوش بقى تلوموا الناس وقرعوهم وتنغزوا فيهم متصورين ويجيبوا نتيجة مش اجيبوا نتيجة انما عملوا دراسة على ثلاث مجتمعين المجتمع الامريكي وايطاليا وكوريا الجنوبية اختاروا امريكا علشان الحرية الفردية فيها الشخص ايمانه بالفردية ومهم واختاروا كوريا الجنوبية لانها العكس تماما الايمان بالحالة الجماعية دي واختاروا ايطاليا عشان بين البنين وسألوهم سألوا العينة دي من المجتمعات التلاتة ايه اللي خلاك تاخد اللقاح ماشي خد بالك عشان برضو الامور تباطح بيقولوا انه الاحساس بالخزي نتيجة الاصابة بكورونا تسببت فيه يعني البعد عن اجراءات السلامة بالمناسبة حاجة غريبة اوه الاحساس بالخزي انه جالك كورونا ربما يكون في الاسابيع الاولى من الازمة يعني ومن الوباء انما دلوقتي خزي اين انك انت تمرد بكورونا امر ليس زنبك اطلاقا اطلاقا وفيه ناس بزلت مجهود رهيب في العناية بذاتها والحفاظ على روحها وجالها كورونا ده مش زنبك ان اصابة بكورونا مش زنبك انما عدم المبالاة وعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية ده زنبك جالك بقى ما جالكش ربنا يصر عليك انما الزنب وانك ما تلتزمش مش الزنب انك تصب ايه المقص الزنب اللي فيه تعالوا بقى يقولولنا ايه اللي دفعهم انهم ياخدوا اللقاح ومن ثم نيزد علينا كمجتمع بقى ونشوف تقدر الاسباب دي نقنع بيها الناس علشان التسعمائة تمانية وعشرين ده لازم المفروض بعد اسبوع يبقى تسعة مليون والمفروض المية خمسة وعشرين الف او المية سمعة وخمسين الف اللي خدوا اللقاح المفروض على الاخر الاسبوع يبقى مليون علشان نعرف نتعان مع اللقاح يعني ربنا بعت لنا عقول نابهة وعقول عظيمة اكتشفت اللقاحات وبعتوا لنا مصانع وشركات انتجت اللقاحات وفي حكومة استطاعت توفير ميزانية تجيب بها اللقاحات وفي الاخر يبلمشت كده 2300 في اليوم ايه ده ده تقصير مشترك من الحكومة ومن الشعب معا طب نروح للشعب ونقول له ايه الاسباب اللي اثرت هو مش الامريكيين بس يا جماعة اللي اثرت على العينة اللي هي امريكا وكوريا وي ايطاليا اول حاجة اول نسبة خدت كبيرة 72% قراءة او سماع قصة خبرية تناقش نتائج تجارب لقاح كورونا وده يعني ببساطة شديدة انه نشرنا احنا في الاعلام او في وسائل التواصل الاجتماعي عن القصص الخاصة بتجارب لقاح كورونا تؤثر بشكل كبير على الناس وعلى اه اقتناعهم باللقاح 72% و63% ده جزء من يعني سواء تجارب لقاح كورونا او التلقى التطعيم فمهم الناس عشان كيف يقولك بقى المثال الشخصية بقت مهم انك تحكي تجربتك الشخصية ان الناس تنشر تجاربها او الاعلام ينشر قصص خبرية عن التلقى عن تجارب اللقاح وعن الذين تلقوا اللقاح 60% الرغبة في زيارة الاهل والاصدقاء وعدم القدرة على فعل ذلك بدون تطعيم طبعا احساسك انك مخنوق واعد وبالمناسبة احنا في مصر ان الدنيا بحباحة لأسباب كثيرة يعني مفيش الالتزام الصارم ده لكن برا في اوروبا فيه التزام صارم لدرجة من مزعجة جدا فالناس بتبقى نفسها تنزل تقابل اصحابها اهلها فتبقى 60% سبب انهم عايزين التطعيم 59% اجراء محادثة مع الاهل او اصدقاء عما اذا كانوا سترقون التطعيم هنا بقى جاء محاورات التليفونات بيننا وبين بعض كاصدقاء واهل الاعداء على الغد ولا العشاء بنتكلم في الموضوع الاتصالات التليفونية واحنا بنبعط لبعض في المجموعة العائلة كل عائلة تلاقيها عاملة واتسأب يعني لنفسها كل ده مؤثر ومؤثر بانسبة ليست قليلة 59% 56% تلقي احد افراد العائلة والاصدقاء تطعيم كورونا ايوة يعني يا جماعة لم يعد كافيا الان انك تحصل على التلقيح فقط ولكن من المهم انك تعلن انك حصلت على هذا التلقيح ونبع الموضوع موضوع في تحفيز للاخرين منك تقول انا خدت التطعيم وتتكلم عن انه ما حصلش حاجة يعني من اي اثار جانبية من غيرها وتقول او حتى لو حصل اثار جانبية محدودة وصغيرة او كبيرة تقول للناس وتقول لها اصدقائك وتقول لها عيلتك ده جزء محفز ومهم جدا انه نشط الرغبة في تلقي اللقاح 2.5% رغبة في السفر الناس عايزة تسافر فبيبقى مضطرة انها تطعق معنشان مش مسموح بالسفر بغير التطعيم في اماكن كثيرة 1.5% مشاهدة اعلان عن كيفية تلقي التطعيم ضد كورونا وده برضو بيحفز لنا اوي وسائل التواصل الاجتماعي وبيحفز لنا وسائل الاعلام 50% اصابة احد الافراد الاسرة او الاصدقاء بفيروس كورونا انا مندهش من 50% لانه يعني المرض معلم عظيم فالناس يعني 50% بس يعني محد من اصحابك يجيله كورونا او حد من افراد الاسرة ومع ذلك ما يقنعكش بال بتلقي اللقاح ما يقنعك ايه انه يموت اه بيموتوا برضو بالمناسبة مش عارف طلعه الوفاة جاي بعد شوي 44% مشاهدة شخص مشهور او مسؤول منتخب يطلق التطعيم وده برضو فرصة ايها المسؤولون والمشهورون ومبدركم في انه اللي خد اللقاح يظهر تلقي اللقاح مش تحفز الناس على اللقاح وانت ما خدتوش او مع يا اخي انتو بتنزلوه في الانستجرام ووساة توصل اجتماعي سواركم وانتو بتعتصوا فيعني ننزل سوارنا واحنا نتلقى التطعيم علشان الناس تت يعني اذا كان فيه 44% بيتأثروا يا ريت ليه لا 43% الرغم في العودة الى العمل او الدراسة 34% وفات احد افراد الاسرة او الاصدقاء نتيجة الاصابة فيروس كورونا انا متصاور المفروض يبقى 134% مثلا يعني 32% اتصال مباشر من مسئول محلي يقدم معلومات عن كيفية التلقى التطعيم ودي حاجة مهمة برضو بنيبقى فيه ناس التواصل بين المسئولين والناس مباشرة وهنا بطبعا بنتكلم عن المجالس المحلية اللي مش موجودة وبنتكلم عن الادارة المحلية الغائبة بنتكلم بقى في حالتنا في المجتوع المصري يعني لو كان فيه مجالس محلية مجالس محلية في مصر دي 54000 عضو فكانوا يقدروا وده مجلس محل القرية ومجلس محل المدينة ومجلس محل المركز يمكن يقوموا بأدوار كبيرة في موضوع النصح والإرشاد والتحفيز والدعوة إلى طلاق اللقاح لكن عموما يبقى أن هذه الأسباب أسباب محفزة لطلاق اللقاح لعلنا نتعلم منها ولعلنا ندرك أهميتها ولعلنا نمارسها أيضا مع الناس مع أصحاب وأهل وأصدقاء وجمهور وناس علشان نقدر نعدي مصر من موضوع البطء الشديد البطء الأشد في طلاق اللقاح إلى الفصل ترجمة نانسي قنقر